السلام عليكم وصفة اليوم حلاء المرايا الغنية عن التعريف او كيكة الطبقات اللي كدشي باردة ومنعشة بمضاق الكراميل والقهوة واحتمازج دي النكهات ومضاقات يا سلام يا سلام في الله نبدأ الوصفة بسم الله في الإناء درت بيضة اللي تكون بحرارة المطبخ اضفت واحد القبيصة للملحة نسمت بالفعني ونضيف نصف كاس ديال السكار او على حساب الضوء بنسبة المقادير عذا نخلي لكم مكتوبة اسفل في صندوق الوصف كنخلط مزيان ذاك البيض مع السكار انا هنا يخدمت غير بالخلاط اليدوي فقط مهم كنبقوا كنطربوا تقريبا واحد جوجة لثلاثة ديالتقايق يعني كحتى كنت تأكدوا ان دكو الحبيبات ديال السكار دابونا تماما مع البيض نضيف من بعد تولوت ديالك اسمينا الزيت كنضيفوه تدريجيا احنا يكنطربوه وغدا نضيف نصف كاس ديال الحليب والقهوة انا هنا كيكتنقولوا غير قهوة مهرسة بالحليب يعني مغلب القهوة على الحليب حيث استعملت قهوة مقطرة فباش ما تجينيش قاطعة بساف هرسة بشوية ديال الحليب بالنسبة للحليب والقهوة يكونوا بحرارة المطبخ او لكالجو بارد ممكن تفهم شي شوية وكذلك راهم بدون سكر وممكن في بلاسة قهوة مقطرة تطيرون نصف كاس ديال الماء مع قهوة سريعة ستوابع سوف اضفتها وخلطت جميع المكونات وضفت من بعد معلقة كبيرة كاكاو المر يكون نوعية جيدة كيف تشوفوا اللون يكون بني ماشي ديال البني غامق فرا سيعطيكم المرورة في الوصفة اللي اتستعمله فيها وضفت من بعد الدقيق قدرت في الاول اربعة ديال المعالق كبار انا هنا يتعمت انا ان اخذ لكم القياس بالمعلقة لكن تبقى على حسب الحجم ديال بيض اللي استعملتوه وش بيضة كبيرة بيضة صغيرة وكذلك حتى القياسات ديال الكاس راها تختلف من الكاس الكاس يعني من عبار لعبار سوف اضفت من بعد المعلقة الخامسة هادي المعلقة الستة المهم في المجموع دخلت لي سبعة ديال المعالق كبار يعني ديال المعلقة وضفت في الاخير كيس ديال الخميرة ديال الحلوة من وزن ثمانية جرام وتيكون هذا هو القوام ديال الخليط حيث يبقى شوية خفيف حيث انا الكيكا ما غدا نسقيها بتشي حاجة يعني بغيتها تجيني خفيفة ورطبة وكذلك الكيكات ديال الكاكاو اليك ترتوفيهم ضغير كتر من القياس فراهم كينشفو في الطياب فلذلك القوام هاكيا يكون شوية خفيفة ومباشرة كنصب الخليط ديال في المول انا قدرت هذا المول الدائري لكي يتحل من الجن فرشت له ورقة ديال الطبخ في القاعدة دياله وجوانب دهنته مغير بشوية ديال الزيت بنسبة القطر ديال المول هو 26 سنتيم مباشرة قد ندخل الكيكا ديالي الفران اللي كنت مسخناه من قبل على 180 درجة ونطيبوها عادي كيف كان طيبو اي كيكا النار تكون غير من التحت عافية تكون متوسطة حتى يعني كي يطيبنها من الداخل وكي بدأ كيتحمر ودك الساعة كنشروع لي من الفوق تقريبا واحد 25 دقيقة كانت الكيكا ديالي رهات طابت لكن تبقى على حساب كل لوحدة او الفرن ديالها وضروري من المراقبة وهناك تكون الكيكا ديالنا بعد ما طعبت خليتها جانبا كتبرد كتجي كيكا خفيفة ما غادي نحتاج لنسقيها ولا شيء غادي ندوت باش نحضروا طبقة ثانية ديال الفران اللي غادي تكون منسمة بالكارامل في الكاسرونة دارت نسطر ديال الحليب ضفت عليه نصف كاس ديال السكار ممكن تنقص الكيمياء تزيدوها على حسب الدق ديالكم الضفت واحد للعلبة او كيس ديال الفران بالنك هاد الكاراميل نسمة بالفاني وغادي نضيف كذلك جوج معالق كبار ديال بودرة ديال كريم باتيسياغ او ممكن تعودوها بنشا ويمانا كنضيف دائما كريم باتيسياغ كتزيد ما ضاق وكتعطيه احتى لون في الكريمات عامتان الضفت كذلك علبة ديال ياغورت كريمي بالنك هاد الكاراميل سافي وغادي نخلط الكل مع بعض حتى نتأكدو ان ديال حبيبات ديال الفران مع ديال الفران مع البودرة ديال كريم باتيسياغ دابونا تماما مع الحليب ونضيف الكاثرونة ديال فوق النار على عفية تكون متوسطة الى هادئة دائما مع التحريك ما نغفلوش عليها حتى تصل لنا لدرجة ديال الغلايا سافيك تكون هنا الكريمة ديال نار هاوجدات بغيت غير نقول لكم راني زيت لها واحد تقريبا نص محلقة صغيرة ديال القهوة سريعة التوابان حيث شت ان داك اللون ديال كراميل مجانيش قوي فاقلت ارى نزيت شوية ديال القهوة باش يجيني داك اللون عكا يبني بحل لون ديال كراميل انتم اذا كانت عندكم نكهة الكراميل ممكن نضيفها كيادة تعطيكم اللون ونكهة قوية اكتر مباشرة والكريمة مازالة سخونة كنصبوها من فوق الكيك ونخليها جانبا غير فوق سطح العمل تقريبا 1-10 دقائق ماشيت برد مية في المية الى اخليت واحدة بردات فمنين ستضروا الطبقة الثالثة لا تلصق على بعضياتها فضروري نخليها غير تدفى ومباشرة نخدمه الطبقة الثالثة في الكاثرونة تكسروا نصف القهوة مقطرات خفيفة او كديروا الماء مع قهوة سريعة توابان نضيف عليها ما معلقة الكبار السكار او على حساب الضوء سوف نضيف الكيس الفلون بالنكهة نخلط الكل مع بعض المسيان ونضيف الكاثرونة فوق النار حتى يوصل لنا الخليط لدرجة الغلايا نحن نحن نصف القهوة تدريجيا نحن 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 نضيف الكاثرونة نضيف الكاثرونة لا تعلم حساب للامعة لديها لشوائب ولا شمال ما نكون هنا كان کیاكان ونحن نضيف الكاثرونة عند صمتها يتم بدخل حتى sphere ونبدخل حساب الثلاج وال memberديه حتى الوقت التقديم يمكنك توجدها في حتى بليلة من قبل ولا غضة لها كي تكون باردة ومنعشة وبنينة وهذا يكون هو الشكل النهائي كيكة الطبقات أو حالة المرايا بالنكهة القهوة بعدما بردت مزيد زينتها بخطوط من الشرق والعطاء وضعت معهم السيغاغ وكذلك زينت لك العقيقات التي تكون فيهم ملمع ذهب المهم أن هناك علامة جيت نصور ونضع هذا فهذا الملمع بدأ يدوب مهم ماشي إشكال فنقسمها معكم كي يأتينا الطبقة الكيكة خفيف مع الطبقة الفلون بالكرامل والطبقة القهوة وحتى تمازج النكهات والأروع بالنسبة لهذه الكيكة يمكن أن يخدموا الطلابيات يعني تخدموها الكليينت دي لكم متأكدة فش غادي تحضروها لهم غادي وكل مرة تطلبوها لكم وكيشتم معي المقادير دي لها رها اقتصاد في متناول جميع وطريقة تحضير دي لها من أسهل ما يكون طبقات اللي تيجوا متماسكين مع بعضياتهم يعني كي يقول لكم دي لك الطبقة الثالثة ما تخليوش حتى يبرد الفلون مية في المية عديك ساعة تحضروها هكيا ما غاديش تلصق على بعضياتها يعني قوام تيكون دي لالفلون كريمي متماسك وبنين بنين بساف كان هذا هو الاقتراح دي اليوم نتمنى يكون أعجبكم تكونوا استفدتم معي في هذا الفيديو ولو بالقليل في انتظار اقتراحاتكم آراءكم كذلك الدعم واتجيع دي لكم ما تنسونيش مصالح الدعاء بس حول راحة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله السلام عليكم